السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حبايب قلبي عاملين ايه يا رب تكونوا بخير في احسن حال. تعالوا النهاردة نعمل كيكة قدرة ادر او كيكة الكريم كراميل. هنعملها بطريقة سهلة جدا مغير تعقيد خالص. ممكن اي حد اول مرة يعملها يعملها وتطلع معاها حلوة جدا وبكل سهولة وببساطة. من غير قلب مخصوص ولا اي حاجة. فاي صانية عندك هتقدر تعمليها وهتطلع معاك النتيجة ممتازة. يا رب الفيديو يعجبكم. متابعوا للنهاية. ولو اول مرة بتشوفوني اهلا وسهلا بكم. ما تنسوش تشتركوا في القناة. وفعلوا الجرس على الكل عشان يوصلكم مني كل فيديو جديد. كمان حطوا لايك للفيديو. واكتبوا لي كومنت صغير منكم. قلولي اي من اي بلد عشان ادخل ورحب بكم. واهلا وسهلا طبعا بكل متابعيني الادامي اللي معايا من زمان. ويحبكم جدا. ويه اه بتوحشوني جدا. نقول كده باسم الله الرحمن الرحيم. نشوف الطريقة مع بعض. اول حاجة انا حاطيت لتر الله ربع من الحليم. يعني تلك كبايات كبر من اللبن. تمام? اللي هو اللبن اللي هو الحليب. معي هنا اتنين بكت من الكريم كراميلي اللي هو الجاهز اللي هو اه ده اللي انا مستخدمه. تمام? اتنين بكت منه بالشكل ده كده. وهبدأ افضي اللي هو الكيس اللي فيه الكريمة. اه هنسيب بقى الكسل في الكراميل دلوقتي. هفضي كده في اللتر الا ربع من الحليب. هبدأ بقى كده قلبه كويس جدا عشان اه على البر طبعا الاول قبل ما نرفعه على النار. عشان كده ما يكتلش معاك لو رفعتيه على النار وهو اه من غير تقليب. تمام? هقلبه كده كويس جدا وبعد كده هرفعه على النار. وهفضل كده باستمرار التقليب لحاد ما اه يغلي معاك كده ويبقى خلاص هيفور زي اللبن كده. فبندفع عليه وخلاص ومنزله وهقول لكم طبعا هنستخدمه ازاي دلوقتي. دلوقتي انا اخدته ورفعته على النار. وعشان ما طولتش عليكم ما جبت الكوش اللقطة دي انا اقعد تقليب فيه لحد ما تقل معي. كيف تبقى القلب بتاع اللي انا هعمل فيه ده قلب صغير اه بش صغير اوي يعني حوالي كده اه ممكن نقول اه عشرة سنتي في اه خمستاشر سنتي تقريبا. تمام? ويجبته ودهنته بالزيت وحطت في الكرامل اللي بيكون مع الكريم كرامل. تمام? حطيت فيه كده الكسين مش لازم يكون بشكل منتظم عادي بتحطيه كده اه باي شكل عشوائي وهو في الاخر الطبقات بتفصل عن بعضها وكل طبقة بتكون لوحدها. انا دهنته بس دهنة خفيفة كده من الزيت وحطيت فيه الكرامل وبعد كده حطيت فيه اللي هو الكريمة زي ما انتم شايفين بعد ما قلت كده معي على النار لمدة تقريبا حوالي تلات دقايق. وآآ فضيتها كده على الطبقة بتاعة الكرامل. طبعا تقدر تستخدمي اي صانية عندك مش لازم خالص القلب ده. اي صانية موجودة عندك تقدر تستخدميها وبتحطيها في صانية تانية تكون اكبر منها زي ما نحطوها كده. ليه? لاننا هنسويها آآ لازم يجون تحتها كده آآ حمام مائي. تمام? معي بقى البولة اللي هنحعمل فيها الكيك اللي هي اخر طبقة خالص. ودي كيكة سهلة جدا جدا وبسيطة. هحطي ايه? حطيت حوالي كوباية الى ربع من السكر. هحط عليها كمان اتنين بيضة. بدرجة حرارة المطبخ. اهم حاجة اي كيكة بتعمليها لازم يكون البيت بدرجة حرارة المطبخ. هحطي كمان فانيليا. ممكن فانيليا سيلة او فانيليا بودر زي ما انتم عايزين. انا بحب الفانيليا سيلة جدا جدا. بتخلي ما فيش اي ريحة زفورة في الكيكة او في اي حاجة بتعمليها. حطيت كده حوالي نصف معلقة صغيرة لان الخاملة الفانيليا اللي معي مركزة شوية. تمام? يبقى كوباة الى ربع سكر وبتين. وكمان آآ فانيليا. بعد كده هضيف ربع كوباية من الزيت النباتي. وهحط نصف كوباية من المية. تمام? آآ هتستغربوا ان انا حطي مية في الكيك. الكيك ممكن يتعمل بمية عادي مش لازم حليب خالص. يعني لو في مرة كده حاجة تعملي كيكة ولقيت ان انت ما عندكيش حليب عادي جدا. ممكن تستبدل الحليب بالمية. ما فيش اي مشكلة ومش هيبين خالص. هبدأ كده قلبهم كده كويس جدا مع بعض بالشكل ده كده. بعد كده انا مجهزة معايا دي كباية واحدة بس من الدقيق منخولة. شايلة منها ربعها وحط الربع الاخير كاكاو. تمام? يعني كباية الا ربع من الدقيق معاها ربع كباية من الكاكاو الخام. وطبعا منخليهم مع بعض. تمام? هعط كمان زرة كده صغيرة من الملح. وكمان معلقة صغيرة مليانة من البكينج بودة. تمام? كده يبقى انا حاطيت كل المكونات بدعتها. دي كده معلقة صغيرة بس مليانة من البكينج بودة. هقلب بقى كل كده المكونات دي مع بعض. طبعا دي كيكا ممكن تعمليها لوحدها خالص. بس المقدار ده صغير خالص. فهتحطيه في قلب صغير جدا. تمام? هقلبهم كده كويس مع بعض. في اتجاه واحد زي ما انتم شايفين طبعا عملت الكيكا من من الالف لليا بالمضرب اليدوي ما فيش اي مشكلة. مش لازم خالص اه ولا مضرب كهربائي ولا عجان ولا اي حاجة ولا حتى خلط. انا عملتها على طول كده بالمضرب اليدوي. وآآ بننزل كده اي حاجة وتأكد ان ما فيش اي تكتلات فيها بالمعلقة. وبعد كده هبدأ اخدها ونزلها على الخليط بتاع الكريم كراميل اللي عملناه في الاول. دي كده الصانية. والكريم كراميل هتلاقيه عمل اشرة كده معاكي عادي ما فيش مشكلة. وهتبداية تنزلي كده بالخليط بتاع الكيك على الحواف بتاعت الصانية بالشكل اللي انتو شايفينه ده. شايفين بالروحة خالص هنزل كده شوية بشوية على الحواف الاول وبعد كده بندخل لجوه. طبعا هتلاقوا الشكل كده بقى غريب والطبقات كلها تدخلت في بعض كده. بس هما سموها كيكة قدرة تقادر بسبب كده. بسبب ان هي بعد ما تستوي كل طبقة بتنفصل لوحدها. آآ بتكون الطبقات كده آآ فوق بعدها. فطبعا على حسب بقى كسافة المكونات كل طبقة تاخد مكانها وتقلقوش خالص خالص. وتطلع معاك وتحفى جدا وهنتكلم دلوقتي عن التسوية بتاعتها. كده انا بعد ما نزلت كل الكمية آآ اللي موجودة في البولة وبعد كده آآ هزود مية سخنة في الصانية الكبيرة اللي انا حطوها تحت الصانية. تمام? وهدخلها الفرن على درجة حرارة مية وتمانين. طبعا الفرن بيكون سخن قبل ما نبدأ نشتغل في الكيكة او قبل ما ندخل في الكيكة بحوالي ربع ساعة. وهدخلها على درجة حرارة مية وتمانين على الرف اللي في النص. تمام? لحد ما آآ الكيكة تستوي معايا. هنعرف منين ان هي استود بعد خمسة وتلاتين ديئة تقريبا. آآ هنبدأ نجيب خلة تمام? لي عود الشيش طوق او حرف السكينة او حاجة. وهندخلها في الكيك اللي هي طبقة الكيك اللي فوق بس. تمام? بش الكيك بالكرامل. بالكريم كرامل. لأ طبقة الكيك بس اللي فوق هندخل في السكينة او العود الشيش طوق. لو طلعت معانا نظيفة هيبقى هي كده استويت وتمام جدا. ممكن تاخد معاك من خمسة وتلاتين دقيقة لحد خمسة واربعين دقيقة في الفرن على حسب آآ الفرن بتاعك. تمام? وبعد كده بعد ما بتخرج من الفرن بنسيبها تبرد تماما خالص من الحرارة اللي فيها. وبعد كده بدخلها التلاجة لمدة ما تقلش عن تلات لاربع ساعات قبل ما نقلبها زي ما انتو شايف. شفتوها كده وقلبتها معاكم. تمام? ما ينفعش نقلبها ابدا قبل ما تبرد وتحط في التلاجة لمدة اربع ساعات. ليه? عشان طبقة الكرامل في النص او طبقة الكريم كرامل في النص تكون تمام? زي ما انتو شايفين هتلاقوها تقلبت معاكم بسهولة جدا من غير ما نحطها في مية سخنة ولا اي حاجة آآ بتتقلب بسهولة جدا فجربوها كده وان شاء الله هتعجبكم جدا جدا. عايز اقول لكم طعمها آآ خلوة قوي قوي بجد وحاجة كده صيفية جميلة ساعة كده بنتخرج من التلاجة فجربوها وجد بش هتضطل وتعملوها وهتدعو لي على الطريقة الحلوة دي. يا ربي كده الفيديو يكون عجبكم مستفدتم منه وتنسوش تكتبو لك اي كومنت في التعليقات وعشان ارحب بكم طبعا. كمان ما تنسوش تزوصوا لايك للفيديو وتشتركوا في القناة واشوفكم على خير ان شاء الله في دوك دي.